لم يكتفي الممسكون بتلابيب السلطة في العراق بالتدهر والخراب الذي تسببوا به ولا بالفساد الذي يضرب أطنابه بكل مؤسسات البلاد ولم يلتفتوا للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية فراحوا يفتشون عن من يتحدث عن تلك الأزمات بدلا من أن يجدوا لها حلا هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية تذكرت فجأة أن لها دورا في حفلة الانهيار هذه فقررت فرض قيود جديدة على البرامج الحوارية للقنوات الفضائية كما حددت نوعية الضيوف وطبيعة المحاور المطروحة خلال اللقاءات في بدعة تخجل من التحدث بها عامة الدكتاتوريات وأكثرها شمولية وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة فقد اشترطت على القنوات الفضائية استضافة من لديه القدرة على تدارك المواقف المحرجة وترك من يرفضون تحمل مسؤولية تصريحاتهم مشددة على عدم السماح لضيوف البرامج بطرح الحوارات التي تشكل تهديدا لما تسميه النظام الديمقراطي في العراق أو تساهم في تعطيل الانتخابات لم تشعر هيئة الإعلام بالحرج وهي تتحدث عن الديمقراطية في وقت تصدر فيه مثل هذه القرارات جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أكدت أن القرارات التي أصدرتها هيئة الإعلام والاتصالات تقع خارج صلاحياتها وتتضمن انتهاكات صارخة تناقض حتى لائحتها الداخلية وجميع القوانين التي تتعلق بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ما سيجعل وسائل الإعلام تبتعد قصرا عن حياديتها وحريتها في طرح القضايا والمواضيع التي تهم الشارع العراقي ويجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية إعلاميون وناشطون عبروا عن استهجانهم من محاولات تكميم الأفواه مؤكدين رفضهم لوضع محددات لعمل المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق برؤى ومقاسات خاصة تناسب أحزاب السلطة التي تواجه مأزقا حقيقيا مع قرب الانتخابات المبكرة وهو ما دفع العديد منها إلى إعلان انسحابها خشية الفضيحة بعد أن نفض الشارع العراقي يده تماما من العملية السياسية وبات أركانها يتخبطون في محاولة لتفادي القاع الذي وصلوا إليه